وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد أحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات تفضلي أختي أمت الله من السعودية السلام عليكم عليكم السلام أمت الله مرحبا أختي الشيخ الله يرضى عليك أنا البارح في صلاة العشاء جلست للتشاهد الأول في نسيته السلم على الآخر وبعدين قمت وصليت دبت ركعتين ثانية وسجدت للسهو يعني هل تجدت الصلاة صحيحة أم لا أعيدها إن شاء الله وسؤال يا شيخ السجود السهو بعد الصلاة إلا رفعت من السجود للسلام أكبر أم لا سجود السهو بعد السلام السجود السهو بعد السلام إلا رفعت للسلام أكبر أم لا على طول السلم على طول يعني قصدك تكبرين من الرافع من السجود لا رفعت من السجود أيوة قصدك ترفعين يديك أو التكبير بالقول لا لا تكبير مثلا الله أكبر ما عليك وسترعكم أيه إن شاء الله أبشري طيب شيخ في السؤال ثانية الله يرضى عليك الله يكرمك في الأطفال يعني الأم توضي طفلها يعني تمس عورده هو متوضي ينقضوضها سواء ذكر أو ألث إن شاء الله تمس إليه متوضيه وتمس عورده هل ينقضو الوضوء أم لا إن شاء الله شكرا شيخ تكبر مرحبا مرحبا فضل يا كريم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته دكتور بس أسأل أحنا بالوقف الحرب المهددين بالماء بالماء يعني إشجار النيران غيرت المجرى النار إلى داخل الأراضي المهمة يعني المهمة بسألحة عن الأول القرانية التي تقول وفجرنا الرعيونا ولتخل معها على مرق القدر هاي يعني من مقدرة الماء الماء هو يجع عاليا يعني عاشي عدة طرار ومدن على هذا النهار طول لخمتهالاف كلمات أيوة فآتل عن الآية القرانية هل يجد أن يتعرض أمر الله بأنه يلتقى الماء ويلتقى الماء على أمر قد قدر يعني أنت عرب عندي بالله القرانية يعني كريم الله يبارك فيك أنت تسأل عن قول الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر يعني ماذا تقصد بالضبط تقصد يعني كيف يجتمع الماء السماء وماء الأرض يعني يعني عاشي على النهار يعني هناك مؤددين بالماء بالماء الضروري هو تبه الحياة يعني الكهرباء جبنة مهد يقوم مذتم بس الماء الضروري طيب إن شاء الله بكريم أبشر دكتور يعني وصلت لك الفكرة اللي أقوبهم بيها نعم عفوان ما سمعتك عفوان وصلت لك الفكرة اللي أقوب والله أنا الفكرة يعني كأنك تسأل عن قول الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وأن الماء هو مصدر الحياة وشي من يعني تقصد أنت كيف يلتقي الماء مثلا وين راح كريم كريم ألو أه تفضل لك نعم دكتور يعني قصدك أنت أنت كيف تقول يعني معنا فجرنا الأرض عيونا والتقل معها نعم نعم أبشر أبشر مرحب 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 تفضلي أمت الله السلام عليكم شيخ عليكم السلام أمت الله أرمى أرمى عدى خمسمائة دولار مرحب اللبن هاي شغل هن يقول هلأ زكيهن لو أزكي يطلع ربح هالشكل إن شاء الله أيضا لك تفضلي مرحب مرحب طيب الأخت أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول البالح في صلاة العشاء تقول جلست للتشاهد الأول ثم كملت إلى آخر التشاهد وبعد سلمت خطأ تقول قمت و جبت ركعتين وبعد سجدت للسهو هل فعلي صحيح أختي أمت الله من السعودية الجواب نعم فعلوك صحيح ولله الحمد فمن نسي وسلم من ركعتين في الرباعية أو الثلاثية فإنه يجب عليه أن يقوم و يكمل صلاته يجيب الناقص من الركعات ثم يستدلي السهو يستدلي السهو و مثل هذه الحالة يكون السجود للسهو قبل السلام قبل السلام ولو سجدت بعد السلام ما عليك شيء ولله الحمد والمن أمت الله من السعودية تسأل تقول بالنسبة لسجود السهو بعد السلام تقول أكبر و اخت أمت الله بارك الله فيك من كان عليه سجود سهو بعد السلام فإن الواجب عليه أن يكبر في كل خفض و رفع فتقولين لما تجيين تسجدين تقول الله أكبر وتسجدين على الأرض تقولين سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي ثم ترفعين تقولين الله أكبر تجلسين تقولين رب اغفر لي رب اغفر لي ثم تسجدين تقولين الله أكبر وتقول سبحانه ربي الأعلى سبحانه ربي الأعلى سبحانه ربي ثم تقول الله أكبر ترفعين وتسلمين مباشرة ما تجيبين التحيات لأن السجود هذا بعد السلام ما تجيبين التشهد ولا التحيات وإنما تسلمين مباشرة بارك الله فيك أمت الله من السعودية تسأل تقول بالنسبة للأم إذا كانت متوضعة ونظفت طفلها ولمست عورة طفلها سواء كان ذكر أو أنت هل ينتقض وضوء هذه المرأة أختي أمت الله بارك الله فيك هذه المسألة من المسألة الخلافية والخلاف فيها شديد والذي يظهر والله تعالى أعلم أن وضوءها لا ينتقض وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث طلق بن علي حينما سأله عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك وأما حديث بسرة بنت صفوان الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضى حمله العلماء على من مسه بشهوة يعني بقصد إيقاظ الإحساس بالشهوة وأما الأم فهي تنظف أطفالها طبيعي جدا أن تقع يدها على يعني فرج الطفل سواء كان ذكر أو أنثى ولذلك الذي يظهر والله أعلم بأن وضوءها صحيح ولا ينتقض بمثل هذه الحالة كريم من العراق يسأل عن قول الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمنا قد قدر يقول نحن يعني نعيش على نهر وذكر بأن الماء يعني هو مصدر الحياة وشيء من هذا القبيل يقول كيف نجمع بين هذا والآية أخوي كريم بارك الله فيك لا يخفاك بأن الله تعالى حينما أراد أن يعذب قوم نوح أمر السماء أن تمطر ففتحت السماء المطر كأفواه القرب وأمر الله جل وعلا الأرض ففجرت العيون وكل ما في جوفها من الماء فالتقى الماء على أمر قد قدر قدره الله عز وجل ولذلك التقى ماء السماء مع ماء الأرض المفجر هذا حتى عم الطوفان الأرض ولذلك أهلك الله جل وعلا من كان في عصر نوح ولذلك يسمى نوح بالأب الثاني لأن الله تعالى أبقى هذا النسل الذين ركبوا فيه السفينة وقلنا أحمل فيها من كل زوجين اثنين ولذلك بدأت البشرية بالتناسل من جديد والعلماء يطلقون على نوح عليه السلام الأب الثاني وبالنسبة للماء لا شك أنه مصدر الحياة جعله الله عز وجل مصدر الحياة قال سبحانه وتعالى وخلقنا وجعلنا من الماء كل شيء حي ولذلك جعل الله عز وجل الماء هو مصدر الحياة ولذلك لما يتأمل الإنسان في الكرة الأرضية يجد بأن مساحة الماء أكثر من اليابسة مساحة الماء أكثر من اليابسة وهذا تقدير الله سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان لا يمكن أن يعيش من دون عنصر الماء فالله عز وجل جعله سبب من أسباب الحياة فمنه خلق الله جل وعلا الإنسان خلقه من ماء وأيضا جعل الإنسان محتاجا إلى الماء ولذلك الله عز وجل استودع هذه الكرة الأرضية الماء ولذلك الماء في جوف الكرة الأرضية يحتاجه الناس حينما تنقط عنهم الأمطار أو يكونون بعيدين عن الأنهار والله عز وجل هدى الإنسان إلى استخراج الماء تفضل يامسيف السلام عليكم يا فضيلة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عندي ثلاث أسئلة لا مزحلة تفضل أختي شيخ أول سؤال أنا تعرفت على جارات واثنين أن أم وبنتها وياها هن كبيرات بالعمر تقريبا 81 سنة 61 سنة يا شيخ أطعمهم بعض الأمرار ودزبني عليه هنا أقول مش محتاجات وهي دزف عليه قات خدت يجيني ومسيف أريد أشوفه ذهبت إليهم يا شيخ وشفتهم يا شيخ ومرهم حيل تعبانه قعداتي جار ولاعدهم راتب لاعدهم ولد لاعدهم أي شيء ماعدهم غير رحمة الله سبحانه وتعالى نعم سألتهم قلت لهم يعني شعجب لي شيك يعني وهي قات والله ما ما أدري هاي أمورنا تعبانه وراتب ماعدنا قطعوه علينا وهي يعني اكتشفتهم يا شيخ أن هن يشربون الدخان نصحتهم يا شيخ قلت لهم هذا ميجوز الدخان ومنا صحتش نموزينا عليها وهي نعم قات والله إحنا من إحنا صغار هننا دامنونا على هذا الشيء وتعرفنا عليه قامت تبتي هي بنتها قامت تبتي وقالت والله يوم سيف أنا أخوتي مقاطعيني وما أحد يحترف بينا وما أحد يجعليني قمت أروح لهن يا شيخ وأوفر لهن هالموجود القاسم الله وهاي هذا السؤال الأول طيب سؤال الثاني سؤال الثاني عندي بنتي عمرها 11 سنة يا شيخ هي بالغة يا شيخ هي معاق قلت لك أنا سبقها تصلت بيك قلت لك هي معاق عندي وهاي تعبت من المدرسة حتى الخامس وبطلها ابوها يا شيخ وهسا قمت أراجع بيها بالقرآن الكريم أقرب بيها يومية وأعلم بيها وهاي حفظت تقريبا خمس أوراق من القرآن على الصدر يا شيخ يحتشون علي يا شيخ يقولوا لي ليش ما ترجعين للمدرسة وهاي هو أبوها بطلها يقلت لهم ما تقدر ما تستطيع يعني تصل للمدرسة وهاي صعب عليها يا شيخ هل يعني نذنب من وراها يا شيخ هي مريضة أختيهم سيف مريضة هي معاق يا شيخ معاقها نعم نعم طيب إن شاء الله أي والله يا شيخ سؤال الثالث سؤال الثالث يا شيخ عندي ابنهم عمر 14 سنة يا شيخ يعني أظل نبه بي على الصلاة وهاي هو والله الحمد لله ملتزم ويصلي وهاي يا شيخ يعني أضغط عليه ويقول له صلي وقرأ قرآن وبالجمعة يعني حل يعني أسوى عليهم وتابعهم وخاف على مصلحتهم وما خليهم يمشون ويا حيا الله يعني ناس يعني لا صلاة ولا هاي يا شيخ وشو بالليل بالليل يجي على يقول يا ماما حشيخ نقني هو زيان والله حتى صلاة الفجر ما يفوتها يصلي السنة ويصلي الفريضة والحمد لله شو يقول لك في الليلة شو يقول لك أشعر بإيش يقول أحش شيخ خانقني أقعد أرقي وهاي يقول ماما مترغيني وأنا مرتاح يا شيخ محكم يعني هذا الشيخ إن شاء الله وعند السؤال يا شيخ إذا مزحمر رابع صبل عدنا جيران من عمره 25 و24 سنة لحد أصغر واحد بهم يا شيخ يكفرون بالله سبحانه وتعالى أنا من أسمحهم حيلا قس حيلا أنبهض يعني وهاي يعني يريدك توجه نصيحة يا شيخ إن شاء الله الله يهديهم إن شاء الله ويصلحهم ويصير يا شيخ يعني يعني أدزلهم من هالموجود القاسم ما الله يعني من الأكل يعني يصير أدزلهم وهاي شاء الله يوم سيف أبشري مرحب أختي بارك الله بك مرحب مرحب أهلا وسهلا من تضلي عبد الله السلام عليكم عليكم السلام الله يمسيك بالخير ويجباك كير يا شيخنا وياك الله يجعل عملك في موازين حسنا آمين الله يوفقك دنيا وأخير آمين عندي يا شيخ سؤال أو سؤالي السؤال الأول حجيت نوعية زوجتي قبل 40 سنة وكان معنا طفل أول على ما قاله أول المواليد وكان تعبان شوي بس هو ما بعد مشى فالسنه يسري الحبي أما بعد الأحيان تحط فيه رجلة حبل تربطه إن شاء الله يسري في الليل ويوم جاء الرجم خط الحجر من هالح الحجر ورحت ورجمت ويهالحين هي الله إجزاك ويهالخير تقول أنا ما ما رجمت أنا ما حجي فلا أدري عن هذا الشيء الثانية عفوا أنت رجمت عنها أي أنا رجمت عنها أي خدت ورحت ورجمت عنها أنا خدت ورجمت عنها مش أنا الطفل الطفل نعم نعم واضح إياك أنا يا شيخ أنا لأخوات أنا باني للبيت على حياة الشيبان الله يرحمهم يرحم شيباننا وشيبانك آمين قاطعوني والله لا قبلها ولا عقبها خواتي لا جي تطق الباطئ ما يردون عليه ولا يسلمون عليه أصلا وإن البيت أنا اللي بانيه من حرمالي لا هم من الله أستغفر الله كان من البنك العقاري خدت منه الجزء بسيط والحين هم ساكنين في البيت لهم أكثر من 20 سنة شف الآن ما أبي منهم شيء أنا أبغى بس يسلمون عليه أسلم عليهم وأنتك ورهم وأنتك ورهم بعض الأحيان والله يا شيخ أني أضرب مشوار لهم ولا لا صوت المنتنادي ولا في سبب ولا في سبب يا عبد الله ما فيه ولا سبب يا شيخ وأنت أكبرهم ولا نعم أنا أكبر هم زوجات وساكنات هناك نعم نعم الله يهديهم يا رب آمين آمين الله أبشر إن شاء الله أبشر 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 وإياك زاك الله خير طيب أرجع للأسئلة للأخت أمت الله من العراق بارك الله فيها تقول أنا عندي 500 دولار أعطيتها لابني يشتغل فيها تقول كيف أزكيها أختي أمت الله بارك الله فيك إذا كان ابنك أخذ هذا المبلغ واشتغل به في التجارة بالنسبة للمضاربة فأدخله في تجارة وعروض تجارة فالواجب عليه هو أن يحسب ما عنده من عروض التجارة ويخرج زكاة في آخر الحول في آخر السنة القمرية العربية وأنت توكلين بهذا تقولين يعني زكي مالي 500 دولار 500 دولار هذه قد تنقص وقد تزيد فهو عندها الحسابات عندها الحسابات أما إذا كان 500 دولار حولها إلى عين استثمارية فإنه لا زكاة في العين وإنما الزكاة في الأرباح يعني أفترض مثلا 500 دولار وهو عنده مبالغ اشترى فيها عين سيارة مثلا أو بيت أو شيء أنا أضرب مثال طبعا الزكاة هنا ما تجي في العين هذه تجي في في الأجرة تجي في الريع اللي يخرج من هذه العين اللي يظهر والله أعلم أن ابنك يعني يضارب بهذا المبلغ ما دام أنه يضارب بهذا المبلغ تخرجين زكاة المبلغ أو توكلين ابنك يخرج زكاة المبلغ في نهاية كل سنة هجرية للسنة القمرية العربية أو تقومين أنت بإخراج الزكاة بحيث تسألين تقولين له كم الأرباح اللي عندك فتجمعين الأرباح على المبلغ اللي هو 500 وتخرجين زكاة المبلغ اللي عندك يا أختي أمت الله من العراق تقسمين على أربعين خمسمية ولا ستمية ولا ألف تقسمين على أربعين تظهر الزكاة أم سيف من العراق تقول تعرفت على جارات يعني قريبات من عندي تقول يعني بديت أطعمهم وكذا وحرصوا على رؤيتي تقول طلبوا زيارتي زرتهم وجدتهم فعلا في حالة سيئة تعبانين جدا وكذا ويشتكون وتقول تفاجأت بأن مشربنا الدخان يعني النساء يشربنا الدخان تقول يعني أخبرتهم بأن هذا ما يجوز قالوا تعودنا عليه من نحن صغار ويشكون حالة سيئة تقول هل يعني لي أن أتواصل معهم أختي أم سيد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرين وتؤجرين على هذا العمل الصالح ولا شك بأن يعني تعاهد الجار هذا من دين الإسلام فالله جل وعلا قال والجار ذو القربة والجار الجنوبي والصاحبي بالجنبي وابن السبيل ولذلك الجيران ثلاثة جار له ثلاث حقوق وهو الجار المسلم الجار المسلم القريب الجار يعني حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة وفي جار له حقان الجار المسلم حق الجوار وحق الإسلام وفي جار له حق واحد وهو الجار الكافر غير المسلم هذا له حق الجوار ولذلك تعاهدك لجيرانك هذا شيء عظيم وطيب فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حتى ظننت أنه سيورثه نبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مراقتك وتعاهد جيرانك وكان عبد الله بن عمر بن العاص إذا ذبح ذبيح يقول لأهله أطعم جارنا اليهودي أطعم جارنا اليهودي ولذلك الجار سواء كان مسلم أو غير مسلم سواء كان مطيعا أو عاصيا سواء كان برا أو فاجرا سواء كان قريبا أو بعيدا على أي حال يجب على الإنسان أن يتعاهد جاره ولا يقول والله جاري هذا يشرب الدخان أو جاري هذا يعني يفعل المنكر الجرال لهم حق ومن جملة الحقوق النصيحة هذا من حق الجار على الجار أنه ينصحه إذا رأى على خطأه أنت هذا الذي قمت به يا أختي أمسيف بارك الله فيك فأنا أؤكد على ما قمت به من مساعدة جاراتك وإطعامهن والقيام على توفير الضروريات والحاجيات ما دمت أنك اطلعت على هذا الأمر وإحذري أن تعطيناهن المبلغ حتى لا يشترينا الدخان لأن الدخان محرم في الراجع من قول أهل العلم ولذلك نصيح ذك لهن طيب ولعل إن شاء الله مع الوقت يتركنا الدخان الذي لا خير فيه وتخبرينها تخبرين هذه المرأة بأن شرب الدخان محرم شرب الدخان فيه إتلاف للبدن وإتلاف للمال وهذا لا يليق ولو علم الناس بأنك تشربين الدخان لن يعطونك الزكاة ولا الصدقات وحاولي أن تدخلي على هذا المدخل وقولي لا إذا تركتي شرب الدخان لله لله عوضك الله خير عوضك الله خير فأوثق الصلة بجاراتك إن شاء الله أنت إمرأة صالحة ما تدرين قد تكتشفين عندهم أخطاء كثيرة أخرى قد لا يصلون للأسف الشديد أو قد يكون عندهم بعض المحدثات والبدع والمخالفات الشرعية مثلا فدورك أنت الآن برفق وبتلطف وبرحمة ترحمين هؤلاء لأنه قد يكون نتاج بيئة جاهلة نتاج بيئة يعني ما عندهم العلم الشرعي ففرصة لك أن تتاجري مع الله عز وجل بإطعامهم و بسقيهم و بالقيام عليهم و بنصيحتهم أيضا النصيحة أفضل من الطعام و الشرع النصيحة فيها حياة للقلوب أو من كان ميتا فأحييناه و جعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فبارك الله فيك يا أختم سيف استمري على هذا و احتسب الأجر وتحملي أي شيء يصدر من تحملي لأن هذا دعوة إلى الله و عمل صالح و بارك الله فيك و رضي عنك الأختم سيف من العراق تقول عندي بنت عمرها 11 سنة بالغة تقول هي معاقة ما تستطيع الذهاب إلى المدرسة والدها يعني أوقفها عن الدراسة و جعلها في البيت تقول قمت الآن بتحفيظها القرآن و شيء تقول الناس يلومونني يقولون ليش ما تودونهم المدرسة تقول هل علينا إثم أخت الفاضلة بارك الله فيك الأمر هذا راجع إليك دين الإسلام يدعو إلى التعلم دين الإسلام يدعو إلى أن الإنسان يكتسب المعارف يكتسب العلم ما يمنع و ما أعتقد يعني كل معاق لا يستطيع أن يشق طريقة في طلب العلم سواء كان الديني أو الدنيوي لكن قد تختلف الحالات من حالة إلى حالة فإذا زوجك رأى بأن البنت هذه من الصعب أن قد يكون هدر في الوقت و الزمان و مضيعة و أيضا خسائر لأن في النهاية هي لن تحصل على العلم الذي قد تحصل عند والدتها فالأمر لزوجك و ادعي كلام الناس يعني لو أن كل إنسان تبع كلام الناس يعني ظل الناس و هلك الناس الناس يقولون ما عندهم و لا يعرفون ما عند الآخرين و للأسف الشديد بعض الناس الآن يقدم نصائح هي في واقع الأمر مدمرة يقدم نصائح مدمرة يعني مثلا تجي امرأة ما شاء الله أمرها طيبة و حالتها المادية زينة و وضعها مع زوجها ممتاز و يعني الوضع الاقتصادي ممتاز تروح تتكلم و تلوم امرأة أخرى كأنها تحرضها على زوجها بطريق النصيحة و تذهب هذه المرأة فتقول لزوجها كلام ربما انكسر البيت و تشردمت الأسرة و تفرقت العائلة لا على الناس أن يتقوا الله و لا يقيسوا الناس على ما عندهم ما يقيسوا الناس على ما عندهم يعني الآن أم سيف عندها بنت معاقة و ما شاء الله يمكن الآن أم سيف رعايتها لابنتي أفضم رعاية المدرسة فيجوا الناس و قلوا ليش دعوا الناس اتركوا الناس للأسف الشديد الآن يعني الدخول في خصوصيات الناس الآن هي السمى الغالب على البشر هي السمى الغالب و ذلك النبي عليه الصلاة و السلام قال من حسن إسلام المرأة تركوا ما لا يعنيه من حسن إسلام المرأة تركوا ما لا يعنيه للأسف الشديد هذه موجودة الآن في دنيا الناس تجينا أسئلة غريبة و تحت الهوى وأحيانا أسئلة لأناس نعرفهم لأناس ما نعرفهم امرأة هي وزوجها وأولادها اللهم بارك استقرار وماشيين بشكل طيب وكذا تجي امرأة تقول ليش ما سافرت السنة هذه ما حد سألك والعياذ بالله قذفت حجر في ماء راكد قذفت حجر فحركت الماء الراكد ضربت مسمار في نعش الأسرة هذه فيبدأ العيال تفتحون البنات والزوجة ويبدون يشغلون أبوهم يشغلون رب الأسرة والدينة طلعنا ما عندها قدرة مسكين ما عندها قدرة يروح يقتل يذربه عشان يسفركم مثلا أو يترك عمله وشغله عشان يطلعكم والأثم على من على هذا اللي رمت هذه الكلمة وذهبت مهمها البيت بحريك مهمها المهم قالت الكلمة وطلعا اتقوا الله خافوا الله خافوا الله كل واحد بنفسه يعني قولوا كلمة الخير يعني بالعكس المفترض إذا شكت لك جارتك وقالت والله أبونا ما سفرنا قولي له مع حق السفر له من أركان الإسلام وله من أصول الإيمان وله من الفرائض اللي أنزلها الله عز وجل وللحياة ما تقوم إلا على السفر مثلا الحياة ما تقوم إلا إذا ما سفرنا خلاص بموت مثلا فلذلك مثل الأختم سيف يعني زوجها مقتنع بأن البنت تكون في البيت وأم سيف مقتنعة بأن بنتها عندها لكن هالمقاريد هذول اللي جايين وعياذه بالله تدخلون في الخصوصيات ليش ما تودون المدرسة ما لكم علاقة من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني قولي للكلمات قولي ما لكم علاقة كل واحده بيته بارك الله فيك أم سيف بن العراق تقول يعني ابني عمره 14 سنة تقول الله ملك الحمد يعني مواضب على الصلوات دائما نوصيه وأتابع عيالي كل ومشيء تقول ابني هذا إذا جاء في الليل يقول يا أمي أنا أشعر بشيء يخنقني تقول لما أرقيه أرتاح ما تفسير ذلك أخت الفاضلة واضح والله أعلم أن ابنك أصابته عين لكن الحمد لله سلمه الله عز وجل يظهر والله أعلم بسبب ما يعني وفقه الله عز وجل للصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى العين لم تكن إصابتها قوية والله أعلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق قال عليه الصلاة والسلام العين حق تدخل البعير القذر والإنسان القبر والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك ولذلك أخت الفاضلة يظهر أن ابنك أصابته عين لكن الحمد لله سلمه الله الآن الدور عليك تعلمينه بأن دائما يتحصن بذكر الله يواضب على ذكار الصباح أكيد تعرفين أنت واضح من كلامك أنك امرأة صالحة والحمد لله ملتزمة مستقيمة علمي أذكار الصباح علمي أذكار المساء علمي أذكار النوم أيضا إذا جاء ينام يفتح إديه ويقرأ المعوذات الثلاثة وينفت ويمسح وجهه وراسه وسائر جسمه وينام على ذكر الله عز وجل وعلى الطهارة وما في بأس ترقينا أنت فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين اللامة فلما أنزل الله عليه المعوذات ترك وصار يرقيهما بالمعوذتين أو بالمعوذات بارك الله فيك وإن شاء الله ما عنده إلا العافية ويستمر في هذا الطريق ويكون دائما على ذكر ولن نضر شيء بحول الله أم سيف تقول جيراننا عمار الواحد منهم تقريبا 24 و 25 تقول للأسف الشديد نسمع منهم كلام مثل الكفر بالله و شيء من هذا القبيل تقول هل أنا مثلا أبعث لهم شيء من الأكل تريد نصيحة في هذا أختي أم سيف بارك الله فيك لا شك بأن سب الله و سب الرسول صلى الله عليه وسلم و سب دين الإسلام كفر مخرج من ملة الإسلام و ناقض من نواقض الإسلام نسأل الله العافية و السلام يقول الله جل وعلا قل أب الله و آياته و رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم و لذلك كل من سب الله و سب الرسول و سب دين الإسلام و سب القرآن هذا كافر نص على هذا أهل العلم لماذا لأنه ما يمكن أبدا أن يصدر هذا إلا من قلب ممحوظ منجس بالنفاق أبدا ما يمكن أن يصدر سب الله من إنسان إلا و قلبه نجس بالنفاق و العياذ بالله كيف كيف يعني هل يتصور أن أحد يسب الله عز وجل تعالى الله تعالى الله وتقدس سبحانه وتعالى ما يمكن ما يجرأ أحد على سب الله إلا هو قلبه ممحوظ بالنفاق المشركون اللي كان يعبدون الأسلام ما يسبون الله هم يصرفون العبادة يجعلون بينه و بين الله و صائد لكن صعب عليهم سب الله ما يقولون ما يسبون الله مثل ما يسب هؤلاء المنافقين هم يحبون الله لكن يحبون معها الأصنام هم يخافون من الله لكن يخافون أيضا من الأصنام و من القبور عندهم صرف للعبادة لغير الله أو بعض العبادة لكن يسبون الله أبدا ما كان معروف حتى عند الجاهلية ما يسب الله إلا إنسان و العياذ بالله قلبه نجس بالنفاق ممحوظ و العياذ بالله بالخبث هذا فيسب الله عز وجل نعوذ بالله ولذلك تلفاظ له مثل ما نصحتك مع الأولى و أن كان أولى فرق جارتك الأولى يعني هؤلاء تقدمين لهم النصيحة قولهم اتقوا الله خافوا الله عز وجل كيف كيف الآن تسبون الله عز وجل هذا كفر بالله لازم يفهموا يعرفوا بأن هذا مروق من الإسلام قد يكون يعني أخذوا هذا عن والديهم مثلا فقولي لهم هذا الكلام قولي لهم هذا لا يجوز حرام اتقوا الله خافوا الله خافوا الله يعني والله الإنسان هو يسمع مثل هذا السؤال يقشعر بدنه و يقف شعره يقف شعر رأسه و العياذ بالله كيف إنسان يسب الله عز وجل بمثلا هذا الطريق فلذلك انصحيهم ذكريهم و إذا كنت تعتقدي بأنهم يتأثرون إذا أطعمتيهم أطعميهم أطعميهم يجوز أطعام الكافر يجوز أطعام المشرك كما جاءت يعني النصوص عن العلماء و فرصة لك بعد عسى الله يهديهم لأن إذا الله أنقذهم على يديك من النار لك الأجر و الثواب العظيم ذكريهم قولي لأمهم زوجك مثلا يذكر الأولاد هؤلاء يقول اتقوا الله خافوا الله كيف تسبونا الله عز وجل اللي خلقكم و رزقكم و أنعم عليكم بالسمع و البصر و بالجوارح تذكرهم بالله عز وجل و استمر إذا رأيتي والله أنهم لا ينتفعون هؤلاء يجب هجرهم يجب مقاطعتهم حتى يعلموا قبح ما هم عليه و سوء ما هم فيه و العياذ بالله عفان الله و إياكم و لذلك خذي هذه الطريقة أولا و إن شاء الله لعل الله عز وجل يفتح على يديك و يهتدون يتركون هذا الأمر الخطير و إن شاء الله الأجر لك و على كل الحالتين لو لم يستجيبوا لك الأجر و الثواب بارك الله فيك تفضلي أمم إبراهيم أمم إبراهيم السلام عليكم عليكم السلامة الله عندي سؤال تفضلي كيف بعض الناس عندهم مصيبة مثلا وفاء أو أي مصيبة يسجدون سجود شكر فهل هذا من السنة يسجدون سجود شكر يعني إذا جتهم مصيبة أو نجوا من المصيبة إذا لقيتهم مصيبة مثلا وفاء مثل إيش وفاء 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 يسجدون شكر أيوة طيب يا شيخ إذا توضح هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عند النعمة و عند المصيبة عند إيش عند النعمة و عند المصيبة إن شاء الله شكرا مرحبا أفضل يا خالد خالد السلام عليكم للعين عليكم السلام أفضل الله كيف الحال يا شيخ مرحبا خالد أفضل الله فيك وفاء وإياك عندي سؤال شيخ أفضل في رجل في دولة الإمارات عنده شركة وتقريبا عنده فوق الخمسة آلاف عامل والقانون في دولة الإمارات يسمح لك فوق الألفين عامل لازم يجبرك أنك تشغل عمالة مواطنة وتكون نساء يضطر الشخص هذا صاحب الشركة أنه يوظف مواطنات ولكن لا يلزمهم بالعمل يبقيهم في البيوت ويصرف عليهم رواكب منطيب خاطر يعني تماشيا مع الإجراءات فقط الشركة لا تحتاج للنساء لأنه طبيعة عمل الشركة لا تناسب النساء ولكن هو تماشيا مع القانون يوظفهم ويعطيهم رواتب ويجلسون مدة العقد سنتين يجلسون في البيوت ويصرف لهم رواتب طول السنتين هذه نعم فهل هذه هل عمل المرأة ما نقول عمل المرأة جائز في هذا الشيء وهل المبالغ هذه التي تصرف هل تكون حلال أو حرام أبشر يا خالد علما أن صاحب الشركة يجفع ويوظف لهذا منطيب خاطر يعني يجفع هو ما عنده مشكلة يوظفهم ويدفع لهم ولا يجبرهم شسبه واضح واضح يا خالد أبشر بارك الله مرحب أم محمد أهلا السلام عليك كم الشيخ أعلم السلام وإخوة الله وبركاته شيخ عندي سؤال نسألة تضع عندي قريبتي زوجها توفى وترك لها أصفال أيوة توكل عليها أبو زوجها وهي لا تم كراتب يعني هل يريد لها صرف مرتب زوجها في حالة هذه أو لا كيف الآن هي توفي زوجها وترك أطفال ووالد زوجها إيش عمل متوكل عليها متوكل عليها يعني هو الأصبح هو ولي الأطفال إيه متوكل عليه طيب والسؤال وين يعني جوز لها يعني إنها تطرف مثلا إذا احتاجت من راتب زوجها أو لا ما يجوز يجوز تأخذ من راتب زوجها طيب هي الآن يصرف لها راتب لزوجها هي والأولاد هي والأولاد هي والأولاد طيب أنت تقصدين تأخذ من راتب زوجها من دون الصرف على أولادها لأن جدهم هو اللي قائم عليهم هذا سؤالك إيه يعني إذا إذا احتاجت أن تطرف على نفسها يعني هل يجوز أو لا من راتب زوجها في حالة أي طيب وكان ما يجوز شيء يصرف نزيل كيف يعني نبي هي صرفة مننا إذا كان لا يجوز يعني في حالة هذه مش عارفة قدرة لنضغ لصرفاتها ويعني شن يطلع عليها بس يا أختي أم محمد أم محمد الآن الراتب الذي يعني يصرف بعد وفاة زوجها لها ولأولادها طيب طيب وين المشكلة ما في مشكلة في مشكلة أفصل لك إن شاء الله بعد قليل أبشر يا أم محمد مرحب طيب أرجع إلى الأسئلة الأخ عبدالله بن السعودية بارك الله فيه يقول لنا حجيت أنا وزوجتي قبل أربعين سنة وكان عندي طفل صغير جدا يعني بادي يحبي يقول كنا نربط في حبل عشان ما يروح يقول يعني من التعب وكذا أخذت أنا ورحت رميت الجمرات عني وعنها تقول يقول أبو عبدالله أنها تقول الآن تقول أنا ما لي حج ما حكم ذلك عبدالله من السعودية بارك الله فيك رضي الله عنك بشرها بأن لها حج ولله الحمد والمن ما دمت أنك توكلت عنها وكانت هي مرضع ومعها الطفل الصغير وقبل أربعين سنة الأمر شاق جدا بالنسبة للجمرات أبدا تطمئن والحمد لله توكلت عنها أنت ورميت الجمرات ورمي الجمرات في الراجح من قول أهل العلم أنها واجب من واجبات الحج ولله الحمد ويجوز التوكيل في الواجب إذا عجز عنه الحاج في الحج ولا شيء عليها ولا تقلق في مثل هذا الأمر ولله الحمد والمن عبدالله من السعودية يقول لأخوات يقول الحمد الله قمت أنا وبنيت بيت من حر مالي ويقول سكنتهم في هذا البيت تقريبا من عشرين سنة يقول للأسف مقاطعين يقول أن أسكن الرياض وأطلع لهم مسافة يقول إذا جيت ما يفتحوا للباب يقول يعني غريب يعني الأمر ويريد نصيحة في هذا عبدالله بارك الله فيك أولا أخي الفاضل لا تندم على العمل الصالح اللي قدمت فأنت على خير ولله الحمد والمن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالبنات أوصى بالأخوات وقال منعال جاريتين يعني بنتين وفي لفظ منعال أختين كنا له سترا من النار فأنت أبشر بخير بناءك البيت من حر مالك وستر خواتك ويتنعمون في هذا البيت لا تظن أن الأجر يروح لا الأجر مكتوب وأنت على خير إن شاء الله والله يبارك لك في عمرك ومالك وعيالك وزوجتك وأكيد أنت شعرت يعني مؤكد أنا أجزم بأنك شفت هذا الشيء ولا تدري وش سببه السبب طال عمرك أنك أنت سكنت خواتك في بيت وسترتهم وسترت عوراتك ولك الأجر والثواب الأمر الثاني أنت على خير وعلى إحسان ولله الحمد النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئة إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه قطعت رحمه وصله فأنت الآن البنات خواتك قطعتك وإنت صلهم أنت الواصل الحقيقي أنت الواصل الحقيقي لأن مسألة صلاة الرحم على مراتب منها الشخص الذي يصل ويصلونه يعني يصلهم ويصلونه هذا وصل الثاني شخص لا يصل إلا إذا وصلوه هذه مرتبة إذا جوه راح لهم وإذا ما جوه ما راح لهم الثالث الذي أنت فيه هذه أعظم المراتب وهي الشخص الذي يصل أرحمه ويقطعونهم أبدا ما يكافعون أبدا هذه الصلة الحقيقي والثنتين الأولات كل نقادر عليها لكن الثالث هذه الصلة ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت راح يموه وصله فأبشر بخير يا عبد الله أنت على خير أمر الثالث أنت الحمد لله يعني معك من الله ظهير الله عز وجل مأيذك بملك أنت ما تشوفه والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله لأرحم أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي فماذا قال النبي عليه الصلاة قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل اكرمكم الله الرماد الحار يعني كأنك تضع في وجيهم وأفواهم الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك ما دمت مستمر على هذا الطريق الله مأيدك ملائك ينصرونك ويأيدونك ويستغفرون لك ويسألون الله عز وجل لك المغفرة والرحمة أبداً ثق بربك ثق بربك الأمر الآخر وهذا والله اللي يقطع نياط القلوب هذا اللي يؤلم يعني منتشار العقوق الآن في هذا الزمن بشكل فاضح وقبيح نسأل الله العافية والسلام ما يدر الإنسان ما هو سببه يعني فجأة مثل أقول عبد الله عبد الله ليس الوحيد في هذا العالم عشرات بل مئات الأسئلة تأتينا يتفاجؤون بعض الناس يقول ناس تغيرت لهم ما تغيرت هي أقنعة كشفت بس أقنعة كشفت أخلاق والعياذ بالله كانت موجودة لكن لما كانت الحاجة موجودة ما شاء الله يصلون انتهت الحاجة كشفوا عن أقنعتهم كشفوا عن أخلاق قبيحة نسأل الله العافية والسلام الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذه القطيع الآن بين الإخوة والأخوات وبين الأرحام وبين الأقارب شيء شيء فضيع نسأل الله العافية والسلام وهذا اندل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان ورقف الدين وضعف العقل أيضا ضعف العقل لأن بعض الناس وللأسف بنى مصالع بنى وصله على مصالح إذا وجدت المصلحة قطع الآخرين إذا رجعت الحاجة ورجع يعني يفتقدون إلى أبسط درجات المرؤة في التعامل مع الآخرين ولذلك أخويا الفاضل بارك الله فيك أنا أنصحك نصيح أولا لا ترجع إلى الخلف استمر أنت على خير استمر وزد من هذا الأمر الثاني ممكن أنك ترسل أحد يستكشف يقول لي يعني وش السبب أكيد فيه سبب يقول ما فيه دخاء من ذو النار أكيد فيه سبب واحد منها شياطين الإنس قرقر في أذن حد الخوات وقال له والله أخوكم مثلا يمن عليكم يقول أنا مسكنهم أو إنسان ما يخاف الله راح اختلق وحاول أن يفسد بينك وبينهم قال أنا ساكنين بفلوسي مثلا أنا ما أدري أنا أقول لك مثلا ترى أحيانا تكتشف عبد الله مثل هذه الأشياء وتتفاجأ ولما توضح لهم بين هذا الكلام غير الصحيح ليش الله النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام لأن النمام يصنع في ساعة ما لا يصنعه الساحر في سنة شفت الساحر اللي يشتغل سنة كاملة النمام في لحظة النمام يهدم بيوت النمام يقوض بنيان النمام يدمر أرحام أسر ولذلك أنا أنصحك ترسل واحد أو وحده مثلا ترسل من أقاربك خير وش عندكم مع عبد الله وش اللي حاصل أخوكم الكبير اللي مفترض أنتم تزورونه أنتم اللي تشكرونه أنتم اللي كذا أنتم اللي كذا هلان هو اللي يجيكم وما تفتحون للباب هذا شيء والله عظيم في شيء في سبب إذا ذكروا السبب تعالي عبد الله و الله يقوله أنك تسبهم و أنك تمن عليهم و أنك تقول كذا و كذا و كذا هذا كل كذب مثلا أو الله يقول لا من دون سبب إحنا ما نبي أرحامنا باءوا بالإثم و العياذ بالله خسروا و الله العظيم لا يعاقبنهم الله في الدنيا قبل يوم القيام لما صح عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجر الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي و قطيعة الرحم و أنا أظن عبد الله ما يتمنى أنه يشوف خواته الله يسلط عليهم عذاب و الذي يسلط عليهم و الذي يضرب بعضهم ببعض و لذلك اسعى في إصلاحهم اسعى في إصلاحهم و قلهم أنا و الله خايف عليكم من الله أنا ما همتوني و لا أصلا محتاج لكم أنا فقط رحم أنا أبغى حرارة الرحم باقية لحمة الأسرة باقية كله ماذا الكلام هذا استجاب و أنا إن شاء الله أظن كبير بالله عز وجل أنك تكتشف بأن فيه كلام و فيه شيء يعني نمامين دخلوا بينكم و تنتهي هذا الأمور و إن شاء الله ترجعون لبعض و إن استجابوا استجابوا ما استجابوا لك الأجر و الثواب عليهم و الوزر و العقاب نسأل الله السلامة و العافية أم إبراهيم من عمان بارك الله فيها تقول يعني بعض الناس إذا جت مصيبة يسجد لله شكر يعني مثل وفاة مثلا هل هذا من السنة أم إبراهيم بارك الله فيك هذا ليس من السنة ليس من السنة من أتاه خبر وفاة قريب له أن يسجد لله شكر لماذا؟ لأن سجود الشكر إنما شرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة أما إذا وجدت المصيبة فما يسجد لله شكر يعني سجودة لله كأنه يقول الحمد لله اللي مات فلان هذا معنى الحمد لله اللي مات فلان كأنه يفرح بنعمة الله عليه لما مات فلان يعني ذكر عن أبي بكر الصديق نسجد لله شكر لما مات مسيلم قتل مسيلم نسجد لله شكر ثبت عن بعض السلف بأنه كان يسجدون لله شكر إذا مات رأس من رؤوس البدعة مثلا كيف هذا يسجد لله شكر إذا مات قريب له الله عز وجل قال يقول جل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هذه السنة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأن يصبر وأن لا يقول الهجر من القول هذا هو المشروع أما يروح يسجد لله شكر عجيب هذا والله أمر غاية في الغرابة فلذلك أخت الفاضلة نبه هؤلاء الناس يظهر يظهر والله أعلم أنهم فهموا غلط يمكن فهموا أحد العلماء قال إن دفاع نقمة وظن أنه يروح يسجد شكر لا هذا فهم مغلوط تنبهونهم على هذا أم إبراهيم تسأل تقول يعني تريد توضيح عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام عند حصول النعمة ونزول المصيب أختي أم إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي وأعدل الهدي في كل شيء ومن جملة ذلك بالنسبة لحصول النعمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يشكر الله جل وعلا على نعمه بقلبه و بلسانه و بأحواله صلى الله عليه وعليه وسلم و يستجمع جميع أركاني الشكر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي و لساني و الضمير المحجبة و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام كان دائما الشكر لربه على نعمه و لما خرج هو و أبو بكر و عمر و كانوا جياعا فذهبوا إلى أحد الأنصار و ذبح لهم عناقا معز صغير و أكلوا ماذا قال النبي عليه الصلاة و السلام بعد ذلك قال و الله لا تسألنا عن هذا النعيم لا تسألنا عن هذا النعيم فكان دائما يتذكر نعم الله عز وجل عليه يحمد الله جل و على كل حال صلوات ربي و سلامه عليه و لذلك أحواله من أكمل الأحوال و هديه من أكمل الهدي و هو الذي علمنا كيف نشكر الله عز وجل هو الذي علمنا و لذلك تجد النبي عليه الصلاة و السلام دائما ذكر لله و هذا من شكر الله عز وجل على نعمه فألهم ذكر الله ألهم الاستغفار كما ألهم هذا النفس و لذلك يتردد الذكر و الاستغفار و التعظيم لله تردد أنفاس صدره ويتكرر لحظات عينه صلى الله عليه وآله وسلم أما في المصيبة فلقد كان أكمل الهدي فلقد كان أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المصيبة في التعامل مع المصيبة وذلك يتعامل معها باعتدال وأبسط مثال لما مات ابنه إبراهيم ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال القلب يحزن لأنه بشر صلى الله عليه وسلم القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضى الرب وإن على فراقك يا إبراهيم ولا محزنون لكن هل استمر في الحزن على إبراهيم على ابنه أبدا فترة الحزن كانت مؤقتة ويسيرة استشرف حياته واستقبل حياته ومارس صلى الله عليه وسلم جميع أحواله في التعامل سواء إماما للأمة قاضيا لها مفتيا لها داعيا صلى الله عليه وسلم ما عط له ذلك كما يفعل بعض الناس الذين إذا مات له قريب يستديم الحزن ويستمر على يعني يحبس نفسه ويصبح أسير لهذا الحزن الذي طرع عليه هكذا كان صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام إذا مات قريبا له يصبر صلى الله عليه وسلم ماتت زينب وماتت رقية وماتت أم كلثوم ومات إبراهيم ومات عبد الله الطيب وماتت خديجة في حياته مات عمه حمزة بن عمه جعفر يعني كثير من من كانوا مقربين إليه من أصحابه ماتوا لكن انظري إلى كيف اعتدال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كان يحزن حزنا مؤقتا ثم يعني يستشرف الحياة ويمارس صلى الله عليه وسلم جميع الأمور التي تخصه أو تخص مجموع الأمة ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولما مر على امرأة تبكي على قبر وكان الميت ابن لها قال عليه الصلاة والسلام اصبري فقالت إليك عني من شدة الوجد من شدة الحزن من شدة البكى ما ميزت صوت النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفت أنه النبي فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي فقيل لهذا رسول الله فتبعته إلى بيته فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك اعتذر فقال له إنما الصبر عند الصدمة الأولى الصبر الحقيقي عندما تأتي المصيبة إنما الصبر عند الصدمة الأولى ولذلك يقول العلماء كل شيء يبدأ صغيرا فيكبر إلا المصيبة تبدأ كبيرا فتصغر وهذا الواقع أول ما تجي الصدمة قوية كبيرة ثقيلة ثم تخف شيئا فشيئا وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه المصائب وفي التعامل مع هذه الابتلاءات هذا هو أكمل الهدي فلم يكن يستد لله شكر إذا جاءوا خبر وفاه مثل ما ذكرت في سؤالك الأول ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحزن الحزن الشديد الذي يستديم ولم يكن يضحك أيام ساعة البلية مثل ما ذكر عن بعض العلماء أنه لما جاءه خبر وفاة ابنه يضحك فقال يعني ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال العلماء قالوا أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه حزن على وفاة ابنه إبراهيم وعلى بناته ما راح يضحك هو سيد المتوكلين وسيد الخلق أجمعين وهو أشرف الأنبياء والمرسلين ما ضحك في الحزن والمصيبة فلذلك قالوا لا نقلد هذا العالم وإنما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم خالد من العين يقول رجل عنده شركة تقريبا فوق خمسة آلاف عامل نظاما مطالب بأن يعني يوظف مواطنين أو مواطنات إذا كان العدد بهذه الصورة يقول هو قام ووظف مجموعة مواطنات على أن يعطيهن الراتب وهن في بيوتهن بخاطر منه برضا يقول حتى أنه يعني يكون سليم أمام الدولة لأنه أجبرته على مثل هذا الأمر يقول ما حكم ذلك خالد بارك الله فيك بالنسبة للدولة تشكر على التفاتتها للمواطنين ورعايتها للمواطنين في قضية أخذ حقهم من الوظائف ولا شك بأن هذه نعم من نعم الله ورحمة ولاة الأمر بالرعية لا شك أنها تتمثل في مثل هذه الالتفاتات وهذا ولله الحمد موجود تقريبا في منطقتنا عموم ما يسمى بالتوطين وغير ذلك وهذا حق ولله الحمد للمواطني فإذا كانت القرارات على أن يكون هناك نسبة توطين في الشركات التي يتجاوز عدد العمال خمسة آلاف على أن يكون فعلي لا بد أن يكون فعلي وهناك رقابة وهناك تفتيش فيجب أن يوظف توظيفا يمارسون العمل الإداري أو الميدان ومن فعل ذلك فقد غش غش الدولة غش ولاة الأمر لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك أما إذا كان لا الغرض أنني أوفر فرص عمل للمواطنين أو للمواطنات بنسبة معينة على أن يأخذوا رواتب لسدي احتياجاتهم وضرورياتهم والجهة المشرفة على الشركات وزارة أو أي هيئة أو أي جهة ما يعنيها يشتغل ولا ما يشتغل ما فيها شيء لذلك خلفاضل الفتوى تبنى على الجهة المنظمة لهذا الشيء ماذا تريد فإذا قالت أنا أريد توظف ألفين عاملة بغض النظر يشتغلون ما يشتغلون المهم تصرف لهم رواتب وقال أنا على استعداد برضى نفسه طيب خاطر ما فيها شيء ولله الحمد لله منه قالوا لا نحن نريد عمل موجود كتابي أو ميداني وهو جاب لهم كشوفات وقال الله شوفه أنا موظف مواطنين وعلى غير قصد الوزارة والجهة هذا محرم غش هذا لا يجوء والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس مننا وفي لفظ من غشنا فليس مننا بارك الله فيك خلاص ولا نص دقيقة يلا محمد من ليبي بارك الله فيك لأنه انتهى الوقت أخت الفاضلة بالنسبة لسؤالك ما في بأس تأخذين هذا حق لك لأن راتب زوجك اللي يصرف بعد الوفاة يكون لك وللأولاد فلو أخذت صرفت على نفسك بحدود الضروريات والحاجيات وبحدود نسبتك أنت ما في شيء ولو أخذت شيء يسير من نصيب الأولاد في ضروريات أو حاجيات ما في شيء بارك الله فيك لكن أفضل والأكمل أنك لا تلمسين شيء من رواتب الأولاد وإنما تأخذين الحصة التي فرضت لك بارك الله فيك انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم غدا على خير بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون